تجاذبات سياسية حادة وضعت تمويل أوكرانيا على المحك وصلت الضوء على تراجع الدعم الأمريكي لكياذ على رغم من تعاهد البيت الأبيض بالاستمرار بسياسة الدعم هذه فرغم إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لحزمة المساعدات الطارئة بعد عملية شد حبل طويلة وجلسات ماراتونية يبقى مصير الحزمة مجهولا في مجلس النواب مع تنامي المعارضة الجمهورية هناك وأتت تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب حول الناتو لتصب الزيتا على نار الانقسامات التي سنحت الفرصة للرئيس الروسي بلاديمير بوتن أن يتحدث عنها في معرض مقابلته المثيرة للجدل مع تاكر كارلسون والتي ولدت ردود أفعال مختلفة في الداخل الأمريكي فهل ستؤدي مواقف ترامب إلى إطلاق رصاصة الرحمة على الدعم الأمريكي لكياذ وتعطيل العلاقة التاريخية مع الناتو وإلى أي مدى أثرت مقابلة كارلسون على أراء الأمريكيين بشأن أوكرانيا وهل كانت مهمته صحفية أم ترويجية أنا رانا أبتر أهلا بكم إلى برنامج تقرير واشنطن لمناقشة هذا الملف معنا هنا في استوديو إيفانا سرادنر باحثة في برنامج روسيا في معهد الدفاع عن الديمقراطية معنا أيضا بيتر كون مدير التحرير في صحيفة رول كول عبر زون تنظم إلينا راباكا كافلر المسؤولة السابقة في وكلة الاستخبارات الدفاعية أهلا بكم معنا تواجه حزمة المساعدات لأوكرانيا طريقا محفوفا بالمخاطر في الكونغرس فما كان في السابق يحظى بإجماع الحزبين بات اليوم يواجه معارضة متزايدة قد تؤدي إلى القضاء على حظوظه بالإقرار في المجلس التشريعي نشاهد معا هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ركเช別 ركز ترجمة نانسي قنقر تواجه إديو شديد اشتركوا في القناة تصريحات لترامب متعلقة بالمساعدات لأوكرانيا ولغيرها من بلدان يقول لترامب أن هذه المساعدات يجب أن تكون بشكل قروض وبدأ عضاء مجلس الشيوخ وحتى مجلس النواب يستمعون إليها اليوم يطالبون بقروض وليس مساعدات كيف تعليقك على هذا؟ بداية الولايات المتحدة ليست مؤسسة خيرية ونحن لا نساعد أوكرانيا لغرض مساعدتها هذا يصب أيضا في مصلحتنا نحن نتحدث عن روسيا التي تهدد الأمن القومي الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة الأمنية وعليه فنحن حتى الآن وفرنا أسلحة لأوكرانيا لكي تتقدم ولكن هذا ليس كافيا ويجب أن نكون واضحين أن هذه الحرب لن تبقى في أوكرانيا إن لم نساعد أوكرانيا على بناء دفاعاتها ومساعدتها من خلال الدعم البعض هنا في واشنطن يعتقدون أننا أعطينا مساعدات لمحدودة لأوكرانيا وهذا غير صحيح نحن نراقب كل ما قدمناه ونتحقق من كيفية انفاق هذه المساعدات وهذا التمويل وأيضا تزويد أوكرانيا بالأسلحة هذا يعني أننا سوف نجدد أسلحتنا باعتبار أننا لدينا تهديدات أخرى تأتينا من الصين أيضا والصين تراقب لذلك يصب في مصلحتنا أن نقدم الدعم لأوكرانيا إذن المسألة لا تتعلق بقروض ولكن مساعدت أوكرانيا الآن وأن لا نعطي أعذار لأن عام 2024 سوف يكون أساسيا لتعزيز أمننا القومي ومراقبة كيف روسيا سوف تستغل الوضع وطبعا بيتر نتحدث هنا عن موضوع المساعدات لأوكرانيا مقابل قروض ربما لأوكرانيا تحدثت وتقول إيفانا نقطة مهمة جدا متعلقة بالأمن القومي الأمريكي وهذه نقطة كان يدعمها المشرعون مثل لينزي جراهم هو ساناتر الجمهوري الذي كان يعتبر سقرا في مجال الأمن القومي يقول اليوم بات اليوم يقول بشكل واضح لن أدعم هذه المساعدات لأني أريدها أن تكون قروض هذا تأثير مباشر لترامب على هؤلاء أليس كذلك إنه أمر مدخل من الاهتمام العام الماضي أرئيس بايدن طلب من الكونغرس تقديم أربع هذه المساعدات لطلب زيادته هذا العام أما لينزي جراهم الساناتر لينزي جراهم من ساعت كارولاينا في أحد البرامج الحوارية يوم الأحد قال ينبغي أن نقدم المساعدة على مدار العام بالكامل هذا يوضح إلى أي درجة هناك دعم كبير من الساناتر لينزي جراهم وبالفعل ما زال يدعم ذلك قدم خطبة مطولة في نهاية الأسبوع في مجلس النواب عن ذلك وتحدث عن أهمية هذه المساعدات لكن القاعدة الجمهورية والقيادة الجمهورية وغالبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب وكذلك أيضا في أوساط الناخبين يعتقدون الآن أنه لا يمكن أن نؤمن أوكرانيا دون أن نؤمن الولايات المتحدة الأمريكية وحدودها الجنوبية أولا ذلك هو العقبة الأساسية في اتجاه هذه المساعدات وبقول صراحة لا أرى مسارا للتغلب على هذه العقبة لتقديم المزيد من المساعدات الأوكرانية وهذا طبعا نشهده في تحركات مجلس النواب سوف نتحدث عنها بعد أن أسألك رباكا سؤال متعلق طبعا بعرقلة المساعدات اليوم لأوكرانيا في الكونغرس في وقت استمعنا إليه إلى تصريح من رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب يحذر من خطر داهم على الأمن القومي الأمريكي ربطه مسؤولون بأنه خطر نشر روسيا لسلاح نووي في الفضاء يعني هي تهديد مباشر على الأمن القومي الأمريكي لماذا برأيك هذه العراقيل أمام تمويل أوكرانيا لمواجهات روسيا برأيي هو أنه للأسف فإن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك تورنر استخدم خديعتنا لكي يجمع المزيد من الدعم بالمليارات لأوكرانيا في حرب لا يمكن فوز فيها وهو يقدم هذه المعلومات الاستخباراتية وليس من الجديد بأن روسيا والصين لديهما برامج حربية في الفضاء وسوف يكون إذن سخيفا من روسيا أن تستخدم القدرات النووية والتفجيرات النووية في الفضاء في حين أن لديها ترسانة كاملة من القدرات إما لتفجير الأقمار الصناعية الأمريكية في الفضاء أو تعطيلها ويتضمن ذلك قدرات مختلفة بما في ذلك التشويش والتعطيل والصواريخ ضد الأقمار الصناعية وبالتالي لا تحتاج إلى أن تستخدم الأسلحة النووية هذه المعلومات ليست بجديدة ولا تشكل تهديدا فوريا وأنا أتفق مع مقالته إيفانا بأن روسيا تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي ولكن هو تهديد استراتيجي وروسيا ما كانت أبدا لتضرب الولايات المتحدة أو تطلق فجأة هجوما مفاجئا على الولايات المتحدة السبب الوحيد والشرط الوحيد الذي قد يجعل روسيا تجرأ حتى أن تستهدف الولايات المتحدة بطريقة تقليدية أو غير تقليدية إذا ما خطونا إحدى الخطوط الحمراء التي وضعها بوتين مثلا إذا ما ساعدنا أوكرانيا على استعادة القرن في هذه الحالة هذا خط أحمر ولكن الولايات المتحدة لديها تفوق في الأسلحة التقليدية على الروسيا وبوتين الذكي وأذكر من أن يستفز الولايات المتحدة باستخدام مثل هذه القدرات السراتيجية كما قال مايك تورنر ويحاول من خلال ذلك أن يقنع الولايات المتحدة برفع سريع عن هذه الأمور فهي مجرد خدعة للحصول على المزيد من الدعم لقوة أجنبية نحن نسمع هذه التصريحات التي تتحدثين عنها سوف أريد أن أنتقل إلى إيفانا لأسمع رأيها لأنها يبدو أنها تريد أن تعلق على ما قلته ومن بعدها أنتقل لنتحدث عن مجلس النواب وموقف رئيس مجلس النواب إيفانا كنت تريد أن تعلقين على ما قالته ربكا أنا أتفق تماما أن بالفعل روسيا لا حافظ لها بأن تستخدم الأسلحة النووية على الأراضي الأمريكية وتحددها ولكن مبوت يفهم جيدا ما قد يلقى صدنا مع الشعوب في الولايات المتحدة ولدى وضع سياسات في الغرب هم يتذكرون الحرب الباردة ويخشون التهديدات النوابية وهذا جزء من العمليات النفسية لروسيا كان ذلك تهديدا فعليا بالقول أن التهديد الروسي فوري ويجب دعم أوكرانيا أنا لست متأكدة من أن هذا هو السبب ولكن من زاوية أخرى فيجب أن نعرف أن هذا التهديد قد يصل فجأة إلى الولايات المتحدة وهذا قد يقول بعض الأشخاص في واشنطن أنه يجب أن نساعد أوكرانيا خشة التصعيد وبوتين مثل الدكتاتوريين الآخرين يشعرون بجرء إذا ما أبدأنا ضعفا فهو لديه مساحة من المعلومات داخل روسيا ويمكن أن ينشر أي معلومات وأخبار تبقيه في السلطة وبالتالي أود أن أعرض وجهة نظر مخيرة هنا بأن هذا جزء أيضا احتمالا من عمليات نشر المعلومات لروسيا بتحديد الولايات المتحدة وحلفائنا في أوروبا أيضا بالأسلحة النووية وربما هذا يجعلنا نتوقف عن دعم أوكرانيا خشة التصعيد استعملها بوتين في السابق خاصة أيضا في موسم انتخابات أمريكي نتحدث عن مصير هذه الحزمة من المساعدات في مجلس النواب حيث يتزايد عدد الجمهوريين اليمينيين الذين يعارضون إرسال أي مبالغ إضافية لأوكرانيا وهو عدد رغم عدم تشكيله للأغلبية في المجلس إلا أنه يمثل تهديدا مباشرا لرئيسه مايك جونسون الذي يخشى أن يواجه مصير سلفه كافن مكارثي حليفته مثلا مارجري تيلر جرين هددت بنفسها بالسعي لعزله من منصبه في حال ردخ لضغوط تمويل أوكرانيا وقالت مارجري جرين لا يجب أن نستبدل أمن الحدود في بلادنا ب60 مليار دولار لأوكرانيا هذه استراتيجية فاشلة ولن أدعمها أبدا حتى إذا كان ذلك يعني إخلاء مقعد رئيس مجلس النواب وهناك آخرون يوافقونني الرأي بيتر تصريح ناري لمارجري جرين هي معروفة بمواقفها هذه لكنها كانت حليفة للجونسون وهذا اليوم يؤكد ما قلته في إجابتك السابقة اليوم مهمة جونسون لحتى طرح مشروع تمويل أوكرانيا في مجلس النواب ستحكم بالفشل رئيس مجلس النواب كان هناك صعوبة كبيرة في بداية عمله لكن مارجري جرين كما ذكرت بالفعل وهي تمثل جورجي ريكاد قد هددت أنه لو تم طرح هذا القرار لزيادة المساعدات الأوكرانيا فإنها ستستخدم نفس الأليات كما تفضلت وبالتالي يمكن أن تعزل كيفين مكارتي أو أن يعزل مايك جونسون كما عزل كيفين مكارتي إذن مايك جونسون يتسق مع سياسات الحزب الجمهوري وهو له نظرة دولية في هذا السياق ليس في كل الضرر لكن بالفعل يتلقى المعلومات الاستخباراتية السرية ويعرف تماما ما يحدث وله اتصال مع المدير مايك تورنر وله اتصال أيضا وتواصل مع مجتمع الاستخبارات وكما قلنا أمس يرغب في النظر في موضوع التهديد الأوسي لكن مايك جونسون حقيقة هو رهينة أمام أغلبية الرأي في أوساط الجمهوريين ورأي السائد بينهم إذن كان هناك نوعا من القواعد غير مكتوبة على مدار السنوات العديدة الماضية في الحزب الجمهوري أنك عندما يكون لك الأغلبية في مجلس النواب لا تقوم بتقديم أمل أو قرار لا يتمتع بالأغلبية إذا لم يقوم بذلك بالفعل سيزيد من المخاطر التي تؤدي لعزله وبالتالي هذا القرار سيمر على الأرجحة ربما يصل 25 أو 30% من الجمهوريين يدعمون الأمر ومعظم الديمقراطيين يدعمون هذا القرار أيضا بتمويل أوكرانيا بالصفة العامة هذا يمثل موقفا صعبا لمايك جونسون وليس هناك مسارا أمامه إلا باستخدام آلية وإجراء نادر للغاية وهو تقديم طلب للحصول على ذلك كاف من التوقيعات من أعضاء مجلس النواب وتخطي قيادة المجلس واعتماده مباشرة من المجلس هذا ممكن لكنه أمامه وإجراء نادر للغاية ويتطلب نوعا من التغلب على هذه الإجراءات من الحزب الجمهوري داخليا ضد مايك جونسون وهم لا يغربون في ذلك الآن وطبعا نحن نتابع هذا التصويت في مجلس النواب إذا حصل عندما يحصل لكن الآن نتوقف مع فاصل قصير من بعدين نعود لمتابعة هذا الحوار أهلا بكم في القسم الثاني من برنامج تقرير واشنطن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان له دور أساسي في تغيير مواقف مشرعين جمهوريين داعمين لأوكرانيا أثار عاصفة من الجدل هذا الأسبوع بعد تصريحات تحدى فيها حلف شمال الأطلسي الناتو نستمع إلى ما قاله ربكة تعليقك على ما سمعته من ترامب في الوقت أن الرئيس الأسبق درامب هو رجل أعمال مخضرم ومفاوض مخضرم وعلى الأرجع هذه التصريحات هي طريقة للتفاوض لدفع حلفاء الناتو إلى إذن الدفاع وصحيح أن 11 عضوا من أصل 31 عضوا في الناتو يساهم بـ 2% أو سوف يساهم 2% هذا العام إذن معظم الأعضاء لا يساهموا ومن المنطقي أن تفرض الولايات المتحدة موقفها وتجبر الحلفاء على الدفاع للدفاع الولايات المتحدة لديها ديون كثيرة ونحن وفرنا ألتزمنا بتوفير حوالي 200 مليار لأوكرانيا وهي دولة أجنبية ليست جزءا من مصالح الولايات المتحدة الأساسية لا تؤثر أو لا تعتمد في أمنها وسيادتها على أوكرانيا وهذا لم ينجح فوصلت الحرب إلى حائطنا مستود والحكومة على وشك الانهيار والدفاع المضاد فشل ولماذا نستمر بتوفير هذه المساعدات فكيف يمكن لـ 60 أو 90 مليار إضافية أن تساعد بخلاف ما حققته المساعدات الماضية إذن هذا منطقي على الجميع أن يدفع فواتيره وهذا ما يقوله ترامب وإذا هذا التصريح الذي تتحدث عنه رباكا نسمعه من كثيرين حتى في واشنطن بأن النيتو تتخلف عن دفعاتها وأن الولايات المتحدة هي التي تتحمل هذه التكلفة لكن ما قاله ترامب أيضا قد يؤذي العلاقة مع الحلفاء حلفاء الولايات المتحدة هل تعتقدين أو كيف تقيمين ما قاله بداية الكثير من الدول الأوروبية تساعد أوكرانيا ودول البلطيق أعطت نسبة أكبر من خيرها نسبيا وحتى ألمانيا التي كانت تتردد بسبب تاريخها ولسنوات طويلة إذا كانت تتردد بمساهماتها في السياسة الخارجية باتت لديها أداء أفضل بكثير عام 2024 مقارنة مع 2022 ولا شك لدي أن دول الأوروبية الآن تجتمع في محاولة لمساعدة أوكرانيا أكثر ما قاله الرئيس السابق ترمب على الأرجح أدى إلى الكثير من القلق بين حلفائنا الأوروبيين وحثهم ذلك على جمع مواردهم لمساعدة أوكرانيا وهذا جيد ولكن الجانب السيء من تصريحاته هو أن هذه التصريحات ليست الأولى لديه ويجب أن لا ننسى عندما مونتنيجرو كانت تود أن تنضم إلى نيتو قام بتصريحات مشابهة حول دولة صغيرة تحاول أن تتسبب بحرب جديدة وإذا ما كنا سوف نخوض هذه الحرب أذكر أيضا أنه يجب أن ننظر إلى هذه الحروب ليس من زاوية أمريكية بل من زاوية روسيا وبالنسبة لبوتن هذه حرب أيديولوجية أيضا لكسر عزيمة نيتو والتأكد من أن الحلف لن يرد ومع مثل هذه التصريحات على لسان الرئيس ترمب فلا شك أن هذا لا يصب بمصلحة أمننا القومي لأن الولايات المتحدة يجب أن تكون من يقود الجهود في السياسات الخارجية وهذا رأيي ولما أعتقد أن مثل هذه التصريحات خطيرة ويجب أن نكون أكيدين أن بوتن لن يكتفي بأوكرانيا ويقف عند أوكرانيا أعرف أن بالنسبة لأشخاص عديدنا من حول العالم قد يبدو ذلك مستحيلا ولكن كل ما عليه فعله أن يتحدى نيتو في أي من دول البلطيق أو أي مكان آخر مثل غرب البلقان حيث هناك حلقة ضعيفة لنيتو ويبرز أنه لن يكون هناك رد مؤخراً جرح تسعون جندي لنيتو في سوربيا بدعم من روسيا ومساعدة منها ولم يكن هناك رد للنيتو وحتى مولدوفا ليست تعود في نيتو وهي أيضاً مستضعفة كثيراً لكل هذه الأسباب فإن دول البلطيق وبولندا مثلاً لديها قلق كبير حيال احتمال نشوب نزاع مع روسيا روسيا أيضاً تخسر في أرض المعركة ولديها خسائر كثيرة يجب أن نتحدث عنها وروسيا لن تتمكن بالاستمرار بهذه النزاعات لفترة طويلة ولكن هذا عام انتخابي في الولايات المتحدة وفي أوروبا وربما في بريطانيا وبوتين لن يوفر جهداً لكي يتأكد أن عام 2024 لا نقدم الدعم لأوكرانيا ولكن إذا قدمنا الدعم لأوكرانيا بوتين لن يتمكن من السمرار في هذه الحرب لفترة طويلة وبيتر انتقل لأتحدث معك عن خبرتك في الكونغرس هناك موضوع ربما لا يعلمه الكثيرون هو أن أعضاء الكونغرس سعوا لإدراج بند كمشروع قانون يمنع رئيس أمريكي من الانسحاب من حلف الناتو وهذه كانت رسالة طبعاً لمحاولات دونالد ترامب الرئيس السابق التلويح بأنه سوف ينسحب من الناتو هل تعتقد بأن هذا قد يغير من أي استراتيجية مستقبلية في حال فوز ترامب رسمياً بالانتخابات الأمريكية؟ لا أعتقد ذلك أعتقد أن هذا جزء من التكتيكات التي يستخدمها دونالد ترامب منذ حملته عام 2016 عدة نقاط أساسية خلال فترة آسا ترامب في المرة الأولى ربما تكون مرته الأخيرة كرئيس فإن موزنة حلف الناتو قد ازدادت مساهمات الدول الأعضاء فيها بشكل كبير بسبب أرئيس ترامب وأمس شهدنا أيضاً على مدار الأيام الماضية منذ انطلاق وظهور تعليقات ترامب كان هناك عدداً من الدول الأوروبية التي بالفعل بدأت تركز على موزنة الدفاع لديها للوصول إلى نسبة 2% المستهدفة والكثير من الدول الأوروبية القريبة من الصراع في أوكرانيا والقريبة من الحدود الروسية أيضاً تندرج تحت هذه الفئة من الدول الأعضاء في حلف الناتو التي بالفعل وصلت إلى هذا المبلغ وهذه النسبة 2% إذن نرى أن ترامب كرجل صانع للصفقات وأرجل أعمال لديه قدرة متميزة في ذلك إذن نتحدث عن مسألة انسحاب أمريكا من حلف الناتو ليس ذلك أمر مطروحاً لكن أرئيس ترامب يجيد استغلال هذه النقاط وطرح هذه الكلمات المثيرة للجدل لكن لا يوجد جدال في مجلس النواب حالياً عن ذلك لكن هذا أمر فرعي حقيقةً هناك قلق كبير في أوسط الدول الأوروبية في مسألة زيادة هذه المساعدات المقدمة لأوكرانيا خاصة الآن حيث يبدو أن الكونغرس في أمريكا لا يستقدم في هذا الشأن عودة إلى المخاوف المرتبطة بالقاعدة الجمهورية القاعدة الخاصة بالحزب الجمهوري في الكونغرس وحتى في استطلاعات الرأي لو تحدثت إلى الناخبين هناك اعتقاد سائد بأنه تم إنفاق مبالغ كافية على هذا الصراع أي أن كان ماس يخرج من هذا الصراع فإذا لم تكن أوكرانيا قادرة على الفوز بهذه الحرب فلماذا علينا أن نقدم عشرات المليارات من الدولار إليها هذه بالفعل مخاوف واضحة للغاية في القاعدة الجمهورية وقاعدة الحزب الجمهوري ولا يمكن تحريكها وتغييرها بسهولة لن يغير ذلك إلا أمر قوي للغاية يتعين على بوتين أن يقوم بتصرف غير متوقع تماما لتغيير هذه القناعة بينهم أو أمر عدواني للغاية وربكا طبعا سؤال مهم يطرحه بيتر هنا عن لماذا لا تفوز أو لم تفوز أوكرانيا حتى الساعة بالحرب؟ لماذا برأيك؟ هذا بسيط قلت ذلك في البداية منذ بداية خسوم بوتين لأوكرانيا فليس هناك مسار لأوكرانيا لكي تحقق الفوز روسيا لديها ثاني أفضل جيش في العالم والبنتاجون نفسه أو رأى في روسيا منافسا على مستوى نفسه وروسيا لديها تميز أو تقدم اقتصادي على أوكرانيا وبالتالي هذه الحرب كانت غير عادلة وغير متساوية منذ البداية وأوكرانيا لم تعد موجودة كدولة والولايات المتحدة تخصص أربعين إلى خمسين بالمئة من إجمال الناتج المحلي لديها وفي الوقت نفسه بوتين رفع من انفاقه بسبعين بالمئة بين عامي 2023 و2024 ويزيد من القوات لاستكمال حرب الاستنساف هذه ويضيف مئة وسبعين ألف إلى الجيش وحسبيا الفوز مستحيل لأن سكان روسيا ثلاث مرات عدد سكان أوكرانيا هناك مئة وثلاثة وأربعين مليون أو بالأحرى ثلاثة وأربعين مليون روسي وبوتين مستعد للقتال إلى القضاء على آخر أوكرانيا والمأساة الأكبر الآن هي أن هذه الحرب سوف تستمر ويتم إخلاء الدولة من سكانها ووصل عدد الجرحة والقتل إلى حوالي مئة وخمسين ألف شخص وهم من الشباب الأوروبيين القادرين على الإنجاب ويتم قتلهم الآن وهناك مليارات إضافية نود أن نقدمها سوف تقوم باستنزاف قدراتنا وأنا أتفق مع إيفانا أن الصين تراقب وما تراه الآن الصين ترى الآن إننا نستنزف قدراتنا الدفاعية بمساعدة أوكرانيا وفي حين أن شي جنبينغ يستعد لكي يسيطر على تايوان وأعتقد أن هذا سوف يحدث حوالي عام 2025 وهذا ما يراه شي جنبينغ الآن إضافة إلى ذلك فإن الأوروبيين لم يكن لديهم القدرات الإنتاجية الفعالة لإعادة تخزين قدرات أسلحاتهم لمساعدة أوكرانيا وهذا تحديداً ما يراه إذن في الصين وفي إيران وإذا هذه تفسير منطقي تقترحه ربكة حول نهاية هذه الحرب يعني اليوم لا نرى نور في نهاية الأفق لنهاية هذه الحرب لا بفوز أوكرانيا ولا بفوز روسيا على المدى القصير كيف ترين اليوم نهاية هذه الحرب أنا أتفق تماماً مع مقالة ربكة بأن أوكرانيا تخسر شبابها في أرض المعركة وخارجها ولكن روسيا أيضاً تخسر ناسها وهناك استنزاف للجيش الروسي ويجب أن نشدد على أمر آخر وأنا لا أحد يحب الحروب الطويلة ولا أحد يود أن يكون هناك حرب من دون لا نهاية كما يقال هنا والمشكلة أننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه لأننا لما نساعد أوكرانيا في الوقت المناسب ونقدم لها كل ما تحتاج إليه فكل مرة كنا نود أن نعتمد حزمة كان هناك قلق ومخاوفة وحتى ألمانيا كانت لديها مخاوف بإرسال دبابات إضافية أو صواريخ طويلة تألى مدى خشة التصعيد وكل مرة قدمنا أسلحة بما في ذلك أجاب لنا فكان هناك دعاة بأننا خطونا الخط الأحمر ولكن هذا لقى الأمر بروسيا إذن كيف نرى نهاية الحرب هذه؟ بداية بوتين لا يود أن ينهي الحرب قريباً لأن كل ما عليه أن يفعل هو أن يسمر بالقتال والتأكد بأننا لا ندعم أوكرانيا ولا يمكن أن نوقف هذه الحرب إلا من خلال تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاج إليه لكي تكمل هذه الحرب أما بالنسبة للمفاوضات مؤخراً وحتى خلال مقابلة تاكر كارتون قال بوتين أنه كان مستعداً لإتفاق سلام ودعا أن الغرب هو الذي لم يسمح لأوكرانيا بأن تسعى إلى توصول إلى إتفاق سلام هذا ولكن حتى إذا توقف عن القتال يوم سوف يتأكد بوتين من تعزيز قدراته العسكرية لكي يكمل هذه المعركة في أوكرانيا ودول الجوار الأخرى عام 2007 عندما أعلن عن هدفه كان هناك من يسخر منه ولكن هذه الخطابات مهمة جداً في العقلية الروسية وبالتالي فإن بوتين لديه أهداف واضحة بشأن جيرانه وهذه سوف تكون اللحظة التي من خلالها يتحدى الحلف ويظهر ضعف ناتو بنيتو وهنا يجب أن نكون متواجدين على الأرض وهذا آخر ما يجب أن نفعله لدينا أوكرانيا تخوض الحرب هناك وأفهم أن كثيرين طبعاً يكرهون هذه الحرب وأزد النظام العالمي ولكن هذه حرب أيديولوجيا بالنسبة للأشخاص من فلا بوتين يحاول أن يحجد حلفائه في كوريا الشمالية وإيران والصين لتحدي العالم طبعاً وذكرنا مقابلة هذا ما سنتحدث عنه لكن أولاً نتوقف مع فاصل أخير من بعد نعود لمتابعة هذا الحوار أهلاً بكم في القصة الأخيرة من برنامج تقرير واشنطن مقابل تجاذبات السياسيين حيث تاكر كارلسون موذيع محطة فوكس نيوز السابق إلى ساحة النقاش هذه المرة من موسكو حيث قرر إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ولدت جدلاً كبيراً في الأوساط الأمريكية نشاهد معاً موسيقى هي الأخير ، وكنت يعني أنهم أنهم كيف سوف يكونкіًا كيف سوف يتم أنهم أفر Hammer المتابعة في المسؤولات الثانية أفعل المسؤولات الثانية إلى أن يكتب في عام مديدheinس لمؤسسسة ممتازات الأفعادة التعامل المتابعة بالإمكاني تُكري بكل رون المتابعة وفعلت المتابعة أعرغب بالعضب الغدات هو ما يسمى ماذا يسمع ذلك. أعني أنك إذا ترى بتصوير تصوير من تصوير بشكلترعي عن ما يحدث عن رسيسيوني بها، يجب أن يفرق منه. لا سنة أول سنة جرنة جرنة يجب أن تفترق الأمورة في هذا الهدف المتحدث، بلدمر يشترك أبداهم في الهدف المتحدث. بلدمر مستعمل مع المواد للمساعدين ونحن لم تفتح للمساعدة أبداً ، يسألون السمع. الإسلام عليكم بأكيد جدًا ممكن أن يتعلم جميع لهم بقى ما يمكن أن يكون إليه ربما بحق المنزل يمكن أن تفعلهم بعضها مجتبع وإن تضعر أن يتعلم بوعدة تلعرر البيض يس vel短AY يجب أن يجب أن تفعل هل تحبني؟ تحدث وذكر نقطة مهمة جدا في معرض شرحه للمقابلة قال أن الأمريكيين يحق لهم ويجب أن يعلموا أكثر عن روسيا عن لماذا هذه الحرب التي يدفعون أموالا فيها من دفع الضرائب الأمريكي فعليا ما تعليقك أولا على هذه المقابلة؟ نعم سأبجأ لهذا الأمر بعد دقيقة لكن ربكة قالت شيئا أود أن أعود إليه في الحقيقة أن دور أمريكا مع أوكرانيا قد أدى إلى نفادي الكثير من المعادلين العسكرية وقداراتنا العسكرية وهذا أمر ارتبط ب35 مليار دولار من هذا المبلغ كان سيخصص حقيقة لإعادة ملء مخزونتنا من السلاح والمعدات العسكرية أي حوالي مبلغ كبير مقابل كل دولار نرسله إلى أوكرانيا يتم خصمه من موازنة الدفاع لدينا وهذا أمر هام أما في المقابلة التي أجراها تاكر كارلسون كما شهدنا في صناعة الأخبار كان هناك بالتأكيد قيمة إعلامية لهذه المقابلة أن تتحدث مع فلاديمير بوتين مباشرة أنا شخصيا أهتم به وأعرف أن الكثير من العملين في الإعلام مهتمين به مقابلة لمدة ساعتين وسبعة دقائق طويلة للغاية بالنسبة للمشاهد العادي وتاكر كارلسون كان محقا في مسألة أنه بالفعل لم ينتقد بوتين في الكثير من النقاط البعض انتقد تاكر كارلسون على ذلك وهم محقين في ذلك بالطبع كان هناك نقاش في مجلس النواب عن ذلك وكان بوتين يسعى لإزكاء هذا النقاش إذن قال عدة أشياء أوله أنه لن يخسر هذه الحرب تلك نقطة قوية وتعزيز هذه الفكرة في أزهان الكثير من الجمهوريين وأنواب الجمهوريين لماذا نمول حربا لا يمكن الفوز بها بينما بوتين لديه القدارات العسكرية والجنود والقدارات النيرانية والأسلحة والموارد الاقتصادية وبالتالي هو منافس قوي للغاية وعدو بالغ القوة وبالتالي ربما هذه ليست الحرب التي ينبغي أن نحاول الفوز بها لماذا نحاول في هذه الحالة أن نستمر في دعمها إذن كان هناك نجاحا من منظور فلاديمير بوتين مخرجا ناجحا ونتيجة ناجحة لهذه المقابلة مع تاكير كارلسون وكذلك أيضا في أنه حصل على مقابلة طويلة للغاية بهذا الشكل لا أعرف ما الذي سيؤدي إليه ذلك لكن بالتأكيد هذا هو أحد مجالات التأثير لهذه المقابلة ربكا يعني برأيك هذه المقابلة التي أجرها تاكير كارلسون هل تخدم مصالح بوتين أم تعطي معلومات أكثر للأمريكيين الأمران معاً بكل تأكيد أن بوتين كان يود أن يستفيد من هذه المقابلة لتأثير على النقاش في الولايات المتحدة وكان هناك نقاط عديدة أثارها وإذا ما قرأنا بين سطور تجذب الأمريكيين وهو يعرف تماماً القسامة في المجتمع الأمريكي وأثناء المقابلة قال إن الرؤساء الأمريكيين لا يتخذوا القرار بل القرار يتخذ من قبل النغمة وربما بوتين لم يستخدم الكلمة ولكن هو كان يعني الدولة العميقة والمؤسسات في واشنطن الممثلة في وكالات عديدة بما في ذلك مجتمع الاستخبارات إذن بوتين أثبت تفوقه الفكري وهو ضابط سابق في الكي جي بي واستخدم هذه المقابلة للتلاعب هذا لا يعني أنه كان يكذب وربما في أغلب الأحيان كان يقول الحقيقة ولكن تفادل كثير من المسائل ودفاعاً عن توكر فتكر إحدى الصحفيين القلائل في الولايات المتحدة وفي الأعلام الأمريكي الذي عليه إذن مراقبة ولم يعد هناك حرية تعبير في وسائل الأعلام التقليدية وهو خير محبوب لأن لديه تفكير مستقل وهو لا يتبع خطاب الحزب الذي هو مبسط للغاية حالياً ويقول أن إدارة بايدن تقدم بوتين على أنه الشرير وزيلنسكي هو الجيد وبوتين هو القاتل وزيلنسكي المعلم وهذا تقديمه مبسط وتكر يدخل في تفاصيل هذه المسألة وأخيراً قام بكل ما بوسحه قطع بوتين عدة مرات لكي يوضح بضعة نقاط ولكن هو كان داخل الكراملين مع عميل سابق لكي جي بي صرح بعمليات اغتيال فبالتالي لم يكن بوسحه أن يقوم بأكثر من ذلك كان بوتين قادر على مغادرة المقابلة ورغم ذلك خصص ساعتين وأكثر لهذا كل ما حضر أمريكيون هذه المقابلة كل ما كان ذلك جيداً لأنه يفهم سياق الحرب التي يدفعون ثمنها رباكة أريد أن أبقى معك فقط لأعاقب على ما قلته في النهاية حول موضوع عدم وجود صحفيين ربما في الولايات المتحدة الذين يعرضون القضية بموضوعية هناك عدد كبير من الصحفيين الذين حاولوا وقدموا طلبات رسمية لمقابلة بوتين لكن بحسب قولهم وحتى بحسب قول الكراملين كان هناك تصريح رسمي يقول بأن نحن أمامنا الكثير من الطلبات لكننا وافقنا على طلب كارلسون في المقابلة يعني هو ليس نقص في الطلب لكن رفض للعرض أليس كذلك؟ ما عنيته حقيقة وأنا طبعاً لا أشمل الشرق في فئة الشبكات هذه التي لا تعرض كل شيء ولذلك أنا أتشرف بأن أظهر على شبكاتكم وبعض الشبكات الأجنبية الأخرى لأن لا تدعم جانباً على الآخر ولكن هناك بعض الأمور في الإعلام الأمريكي التي لا يمكن أن نقولها ولا يمكن أن نقولها الحقيقة أن أوكرانيا مثلاً ليست ديمقراطية وفيها مستوى فساد مثل روسيا وأن زيلنسكي ليس قائداً ديمقراطياً وسمح لأشهزة الاستخبارات أن يقوموا باستجواب مثلاً رجال الدين الأرثوديكسيين وأجبر البعض على أن يقاتلوا والآن معدل السن لدى الجنود الأوكرانيين هو 43 وهو يستنزف شعبه وبالتالي الأمر لا يتعلق ببوتين ولكن ما يسمح لنا بأن نقوله وما يحذر علينا ووسائل الإعلام تختار محللين يتبعون خطاب الحزب وإدارة بايدن وأنه يجب أن ندعم أوكرانيا لأن بوتين سوف يخزو دولة أخرى وهذا غير منطقي بوتين لن يقوم بغزو دولة أخرى هو ليس غبي وليس انتحاري ولأن غزو بولندا أو أحد دول الأعضاء في النيدو سوف يؤدي إلى تفعيل الفصل الخامس للدفاع الجماعي ونيدو متقدم ومتفوق على روسيا في قدراته وبالتالي هناك خلل في الخطاب من جهة يقال أن الجيش الروسي يخسر وليس لديه كفاءة في الحرب ويستنزف قدراته هو من جهة أخرى يدعو أنه سوف يخزو دولة أخرى أيهما صحيح للأسف طبعا أفكار سوف نغطي هذا بالتفصيل في حلقات مقبلة لكن للأسف دهمنا الوقت قبل أن نختم هذه الحلقة نستعرض في هذا التقرير الشخصية المثير للجدل التي تتحدث عنها تاكري كارلس تاكري كارلس موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لوجودكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة